بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الواحد والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ولا زلنا مع العقيدة متابع القراءة في فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله ومن البدع التي احدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك بليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها احاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها اما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من اهل العلم وسيأتي ذكر بعض كلامهم ان شاء الله وورد فيها ايضا اثور عن بعض السلف من اهل الشيم وغيرهم والذي عليه جمهور العلماء ان الاحتفال بها بدعة وان الاحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع ومن من نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره والاحاديث الضعيفة انما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت اصلها بادلة صحيحة اما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له اصل صحيح حتى استأنث له بالاحاديث الضعيفة وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الامان وابو العباد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانا اقول لك ايها القارئ ما قاله بعض اهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على دينة من ذلك قد اجمع الغلماء رحمه الله على ان الواجب ارد ما تمازع فيه الناس من المسائل الى كتاب الله عز وجل والى سمة رسوله صلى الله عليه وسلم فما حكم به او احدهما فهو الشرع الواجب الاتباع وما خالفهما وجب اطراحه وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة اليه وتحبيذه كما قال الله سبحانه في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واؤل الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الآية من سورة الشورى وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية من سورة آل امران وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي نفس في وجوب رد مسائل الخلاف الى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما وان ذلك هو مقتضى الايمان وخير للعباد في العاجل والآجل واحسن تأويله اي عاقبة قال الحفظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما عمصه وليلة المصر من شعبان كانت تابعون من اهل الشام كخالد ابن معدان وامكحول ولقمان ابن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في الايبادة وعمم اخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل انه بلغهم في ذلك اثار اسرائيلية فلما اشتهر ذلك عمم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد اهل البصرة وغيرهم وانكر ذلك اكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن ابي المليكة ونقله عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن فقهاء اهل المدينة وهو قول اصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة واختلف علماء اهل الشام في صفة احيائها على قولين احدهم ان لم يستحب احياؤها جماعة في المسجد كان خالد ابن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهم يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك وعفقه مسحاق ابن رهوي على ذلك وقال في قيامها في المساجد الجماعة ليس ذلك ببدعة نقله حرب الكرماني في مسائله والثاني انه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره ان يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الاوزعي امام اهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الاقرب ان شاء الله تعالى الى ان قال ولا يعرف للامان احمد كلام في ليلة نصف شعبان ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من دوايتين عنه في قيام ليلتين ايد فانه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لانه لم ينقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه واستحبها في رواية لفاهل عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود لذلك وهو من التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من اعيان فقهاء اهل الشام انتهى المقصود من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله وفيه التصريح منه بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان وان ما اختاره الاوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للافراد واختيار الحافظ بن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف لان كل شيء لم يثبت بالادلة الشرعية كونه مشروع لم يجز للمسلم ان يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا او في جماعة وسواء اثره او اعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وغيره من الادلة الديانة على انكار البدع والتحذير منها قال الامام ابو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه ورواب موضاح عن زيد بن اسلم قال ما ادركنا احدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون الى نصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها وقيل لابن ابي مليكة ان زيادا النميري يقول ان اجر النصف من شعبان كاجر ليلة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصى لضربته وكان زياد قعصى انتهى المقصود وقال العلمة السوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى مئة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات الا قضى له كل حاجة الى اخره هو موضوع وفي الفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من السواد ما لا يمتري انسان له تمييز في وضعه ورجاله مدهول وقد رؤيا من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل وقال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل والابن حدان من حديث علي اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصولوا نهارها ضعيف وقال في اللآل مئة ركعة في نصف شعبان بالاخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفة قال واثنة عشرة ركعة بالاخلاص ثلاثين مرة موضوع واربع عشرة ركعة موضوع وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الاحياء اي الغزالي او الغزالي وغيره وكذا من المفسرين وقد رؤيت صلاة هذه الليلة اعني ليلة النصف من شعبان على انحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ولكن في هذا رواية التنذين من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم الى البقية ونزول الرب ليلة نصف الى سماء الدنيا وانه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب فان الكلام انما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على ان حديث عائشة هذا فيه ضعف منقطع كما ان حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليله لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه انتهى المخصود وقال الحافظ العراقي حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الامام النووي في كتاب المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي اثنة عشرة بين المغرب والأشاء ليلة اول جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا ولو ذهبنا ننقل كلما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب العلم ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب العلم ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلات النصر من شعبانة بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر بل هو مما حدث بالإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناها من الآيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما جاء في معناه من الأحاديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أو لا لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشبع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان فعلم أن الاحتفال بهم بدعة محدثة في الإسلام وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة من كرة وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف وقول من قال إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ولقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والسبات عليها والحذن مما خالفها إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفت المملكة رئيس هيئة كبار العلماء في حكم الاحتفال بليلة المصف من شعبان وكذلك في حكم الاحتفال بالليالي التي لم يشرعها الله ولا رسوله للاجتهاد والعبادة فيها وكان هذا في الحاشية نعود إلى الأسئلة سؤال يجسمعون ميلة سبع عشر من رمضان ويقرؤون سورة ياسين والمولد في مساجدهم هل هذا العمل جائز جواب الإجابة عن هذا السؤال هي الإجابة عن السؤال الأول لأن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع للأدلة المتقدمة سؤال هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون جواب العبادة مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام وقد جرى على ذلك خلفائه وصحابته من بعده ومن بعده متابعون لهم بإحسان ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام متباركة يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله هذه رواية مسلم والتنذي والنسائي إلا أن النسائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته وذكر الحديث وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وروا البخاري ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال أم لا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب لي لا معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروا مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سبيع رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة وفي رواية لمسلم أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعون وتسعون ثم قال تماما المئة لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدائية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدائية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سؤالي عن ليلة النصف من شعبان هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم عزيز مستمع أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر ليلة 27 من رمضان المبارك وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم 14 من شعبان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان ثانيا لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره بل هي كغيرها من الليالي الأخرى وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن أبي قد عصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن غير أن بعض الناس لا موني على ذلك يقولون قد لا يدوذ ذلك فهل هذه الصدقة ليلة نصف من شعبان جائزة حسب عصية أبي أم غير جائزة أفتون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة ولو أوصى بذلك والدك وعليك أن تنفذ هذه الصدقة لكن لا تخص بها النصف من شعبان بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين والأفضل في رمضان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية ماذا حيثية وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال هذا نصف سؤال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم لقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة حيث أنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في السابع والعشرين من رجب وفي السابس من السفر وفي الخامس عشر من شوال وفي العاشر من شهر المحرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فهو بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدع الأعياد سؤال الاحتفالات بالأعياد الدينية مولد النبي صلى الله عليه وسلم النص من شعبان إلى آخره حسب المناسبات هل هذا جائز؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع ألف الاحتفال بالأعياد البداية لا يجوز باء في السنة عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها جين لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه والخير كله في اتباعهم قال الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة والله المستعان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقال لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في العبادات التوقيف فلا يدوز لأحد أن يتعبد بما لم يشراه الله لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يدوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة فأكرم الخلق وعفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده أيدا ولا أرشد إليه أمته وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلثاؤها وأصحابه ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا أيدا لمولده أو لمولد أحد منهم ردوان الله عليهم والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك ما في هذه البضعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد والله مستعان سؤال إن ابن يقيم حاليا مع والدته ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بأيد ميلاد وهي حفل تتخلله المأكلات والشموع بعدد سنين عمره كل شمعة تمثل سنة يقوم الطفل بإطفائها ثم تدأ الحفلة فما حكم الشرع في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز إقامة وإيد ميلاد لأحد لأنه بدعة وقد ثبت على رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولأنه تشبه بالكفار في عملهم وقد قال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا هنا في لنوب إفريقية إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما فالناس يحتفلون ويقرون القرآن الكريم ويطبخون أنواع من الأطعم ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر واحدا وعشرين سنة مفتاحا فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام وما حكم هذه الأفعال في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة واحدا وعشرين عاما لا أصل له في الشريعة فلهو بدعة وتشبه بمن لديكم من المصر فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وأحمد في المسند وروا أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بأيد الأم وهل الحقيقة أنه اليوم ازدادت فاطمة الزهراء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجد الاحتفال بما يسمى أيد الأم ولا نحوه من الأعياد المتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس الاحتفال بأيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من عمل سلف الأمة وإنما هو بدعة وتشبهم بالكفار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا أنا إمام أحد المساجد في ددة وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت فيها أن الاحتفال بالموليد الرسولي بدعة من البدعة المستحدثة في الدين وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد وكان عنوان الخطبة أمارة المساجد وذكرت فيها لإناية ذي المساجد وتعميرها وفرشها مستمت عن ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا يا عمي الشيخ تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أن الاحتفال به بدعة أحب أن أسألك سؤالا فقلت له تفضل أجيبك حسب الاستطاعة فقال ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم أنه أعظم رجل أعرفته البشرية جمعاء وهو أحق وأهل لذلك ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها وخاصة أنتم أيها السعوديون فبيّنت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما؟ وخاصة في أسبوع المساجد انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في حكم الاحتفال بالموالد وأسابيع المرور والشجرة وعيد الأم واليوم الوطني للمملكة وكل ذلك قال فبيّنت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من الأسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مرمية في الحديقة ويصب عليها وايد النفايات إنا لله وإنا إليه راجعون إنني أنقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي وفعلا أخذت القطعة المكتوب عليها وغسلتها وأحرقتها فقال لي يا عمي الشيخ أنا لا أريد منك شيئا نعم الذي أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام وإذا قالت حلال قلتم حلال وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء ولا تنسى يا شيخ أن الساكت على الحق شيطان أخرص والسلام عليك انتهى لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حذة والله يحفظكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة ومنها الاجتماع في ذلك اليوم ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات ثانيا ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم مثال ذلك الاحتفال بيوم بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفار ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا حرج فيه بل يكون مشروعا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أنواع من البدع سؤال سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة مكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا أفيدون جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمره أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمره كسائر الصيد لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها الحديث رواه البخالي وقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنى أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أسس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت فودع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها فدعوى أن الحمامة يعلم دنو وأجله وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتر الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم خلع النعال عند التحية في الشبيعة الغراء لأن بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سورة طاها إن منذ قوله فاخلعن عليك وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بالصلاة بالنعال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الصلاة خلف إمام يعقيد التمائم للناس ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأداية المشروعة ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها وأما إذا كانت التمائم تجتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ويجب أن يبين له أن هذا شرك والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها والنذر لغير الله شرك والذبق لغير الله شرك لقول الله سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والنذر داخل في قوله تعالى ونسكي ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحت من أجل أن ينزل المطر وإنما المشروع في ذلك صلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار والصدقة على الفقراء بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا في مصر بئر بسيناء يقال إن النبي الله أيوب قد أمر الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبا للإستشفاء أن يصير هذا شركا واستعانة بغير الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع لا صحة لذلك ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حدثني أحد المشائخ فقال جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤية وإلى رجل آخر وقال لوالده ابني لضريحة أي مقام ففعل ووجد جسمه سليمة ومعلوم أن هذه الأضرحة مزار للناس وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إذ إن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها وحدثني بعض الصوفية فقال إن الشيخ إذا مات إذا لم يظهر كرامة جاء إلى أحد كبار الناس وأمره ببناء ضريح وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف فهل الذي يأتي في الرؤية الشيخ أم الشيطان وهل يصدق الكلام ويفعل ما أمر به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع ليست هذه رؤية وإنما هي حلم والحلم من الشيطان وذلك لمخالفتها الشرع فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفة إلا سويته رواه مسلم فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تأخذ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعتقد أن الموت يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار وعضو الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنوية حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا وأرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء لأن هذا من البدع المحدثة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يجوز للمسلم حضورها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم فهذا شرك أكبر لأن ذلك أيبادة لهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر مئتي مرة فهل يرجع له ما فقده أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولا هو من الأسباب العادية التي يسترجع بها المفقود بل هو من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله مع ما في ذلك من التحديد بعدد والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل وكان استعمال ذلك بدعة وقثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة قولهم علي كرم الله واجهه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا أصل لتخسيس ذلك بعليا رضي الله عنه وإنما هو من غلو المتشيعة فيه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم وأهل الآراق يدعون أن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني ولا أدري ما الصحة ذلك وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم سنة 61 هجرية ودفن جسده في العراق أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلا وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم ولا يضرك جهلك بذلك وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حاشية انظر رأس الحسين لشيخ الإسلام بن تيمية في الصفحة الرابعة وما بعدها من طبعة السلفي الصالح محمد نصيف انتهت الحاشية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد ذكروا لي أن هناك في الجزائر من يسمون بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة منها طوافهم حول القبر على السيارة ثلاث مرات معتقدين بعدم الحق الضرر بالركاب ومنها دعاء إمام في الحجر التي يجعلها وسادة للميت ويقرأ في دعائه إنك فلان تأتيك هذه الأسئلة ويذكرها ويقول إذا سئلت فأجب بهذه الأسئلة ولا تعجز عن الإجابة فتكون من الهالكين وإذا أجبت عنها ضمنت لك الجنة ووفقت إلى الصواب إلى آخر معتقداتهم المطلوب ما حكم فعلهم هذا وهل تجوز الصلاة وراءهم والمعاملة معهم مع الاضطرار وبالعكس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع ما ذكرته من أفعالهم من البدع الممنوعة شرعا وطوافهم حول القبر منكر وشرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسلم عن أب وجد وأيضا من قلب وإيمان وعمل أعمل لكل ما نص به الإسلام إلا ما أجهله ليصديق من الإخوة المسلمين وليصديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني الذي ملك عدة زوايا أي مساجد الزهد وغيرهم في طريق حمداوة الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوة وكذلك طريق عساوة عملهم يدعبون الحياة ويسحرون ويبيعون الحجوب تقيهم أي تقي الناس من الحياة وتمنعهم من ضرب الجن ووا ووا إلى آخره وليأخ مناضل في حزب جبهة التحرير الوطنية وآخر في الكشافة الإسلامية أي طريق الأصح من هذه الطرق وهل ما تعمل هذه الطرق متخذ هذه الطرق يجازون أم يحاسبون وما الدليل أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ دلوني على الصواب وهذا يرجع لعدم تمكني في الفقه الإسلامي أو أن ترشدوني لما فيه الخير من هذه الخرافات إن كانت خرافات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطريقة الصحيحة هي طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى الناس أجمعين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أي البيت الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد في نصرة دين الإسلام والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره ولزوم جماعة المسلمين والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائن والكهانة فكلها لا يدوز سؤال ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة للبصيري وأكل طعام أهل الجنازة جواب كراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة فهي ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدعوا من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله سؤال مضمون السؤال أنه وصل إليه ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للنوم وأنه أخبره بكثرة الفساد في الناس وأخبره أنه يموت من أمته كل جمعة مئة وستون ألفا على غير الإسلام وأخبره ببعض أمارات الساعة وقرب قيامها وأمره أن يعلن الوصية للناس وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها أو بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها للناس إلى آخر ما ذكر في الرؤية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض من الممكن عقلا الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها فتكون رؤيا حق فإن الشيطان لا يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به فتكون الرؤيا كاذبة والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفترعة وهذا هو الظاهر فإنه لا يزال مدعي مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة منذ زمن طويل كما أخبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سئلوا عن ذلك وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه وهم ألصقوا الناس به وأعرفهم بحاله وإن صحت نسبتها إليه فهي إما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على الرأي وليست رؤيا صادقة والذي يدل على أنها كذب وبهتان أو خيال وزور ما اجتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته وقد أنكر أهله وألصق الناس به نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك وأما منافاتها للشريعة الإسلامية فلم اجتملت عليه من الأمور الآتية أولا الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثانيا إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة فإنه من الزور والأخبار المنكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رأاه بنفسه أو أخبره به من اطلع عليه من الناس أو أظهره الله عليه فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى أن قال إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم رواه البخاري وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته فلا يلحقه بذلك حرج ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين ولا يخجل من ذلك بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء ولم يمنعه شيء من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة ولم يلحقه منه عار ثالثا إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد وتعين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله وقد انوقع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فالدعاء العلم بذلك باطل وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة وقال ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مدينة قضى الله دينه أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه فهو كاذب في ذلك وكذا اخباره من الوعيد الشديد وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور وكذا قوله فيها ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن يكذب بها كفر فهذا أيضا زور وبهتان فإن التكليب بالرؤية الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا لإجماع المسلمين رابعا إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددها ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أي حيق بمن كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة وسوداد وجهه خامسا عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب فيجب أن يحضر المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى شريط الواحد والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة وهو الأول في المجموعة الرابعة وله بقية على الشريط الثاني والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة وهو الثاني من المجموعة الرابعة ولازلنا مع العقيدة سؤال نحن دائما يأتين رسائل من أماكن مجهولة ويقال فيها أشياء كثيرة مثل إن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقة كذا وكذا وهل تلك الصدقة فقط تنجين من عذاب الآخرة أو تؤخر قيام الساعة وفي هذه الأيام بالذات جاءتنا رسالة من جمهورية السينيجال مكتوبة باللغة الفرنسية بدون ختم أو إشارة للجهة الصادرة فيها إمام المدينة المنورة ويقال له الشيخ أحمد بأنه رأى في المنام بعد قراءته من قرآن الكريم صباح يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قد مات بين الدمعة الماضية وهذه ستون ألف ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها وعدم طاعة نساء لرجالهم والأبناء لأولياء أمورهم وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحدون وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل باب الغفران وانتهاء الدنيا ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن لأن القرآن أيضا سيرفعه إلى السماء وقال علمت ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك وقال من هذا البلاء أن يبلغه إلى إخوانه وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب وإذا كان مديونا قضى الله ديونه وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينا مسرورة أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذبة مصطنعة وبقية السؤال يقول ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام وفي بلدان غير إسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين يضف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قد كتب مقالا واسعا بيّن فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة حاشيح نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام آمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف قال فيها كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلق قرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسن فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخ أحمد قلت لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله فقال لي أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن الجمعة إلى الجمعة مات مئة وستون ألفا على غير دين الإسلام ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي ثم قال فهذه الوصية رحمة به من العزيز الجبار ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بنيا له قصر في الجنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة يوم الكيامة ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه لبركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة وقال والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين الكثير من العامة وفي ألفاظها اختلاف وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارب العزيز زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم فالمعنى أنه رأاه يقضى زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبيان الباطل سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبيان الباطل فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم الجرأة مفتريها على الكذب وكنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثال الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد ومن تأملها من ذو العلم والإيمان أو ذو الفطرة السليمة والعقل الصحيح أعرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إلي هذه الفرية عن هذه الوصية فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة وعوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يراث اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فأخبر سبحانه أنه بعث الأموات ليكونوا يوم القيامة مبعثين محشورين لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي أعرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباؤهم بإحسان الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرأي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته وهرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به أو جاء عن طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مجتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كاذبا صريحا خطيرا فما أحره بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل إن الذين أكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبين والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبين كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الآية ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهذا أقبح من الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وأعظم جرأته على الكذب أن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته وهذه الفرية الوحيدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وضعه عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي عزيز المستمع لازلت ولي قراءة الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الرسالة المنشورة والمتداولة بين الناس والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خاتم الحجرة النبوية وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها ولو داء على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقة ولم تكن صحيحة بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وعقبح الباطل ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كاذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحق ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة الأول منها قوله فيها لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مئة وستون ألفا على غير دين الإسلام هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها من كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو مديونة قضى الله دينة أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية إلى آخره وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل لمجرد كتابة القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة وإنما يريد هذا الخبيث التلبيث على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلق بهذا الفضل المزعوم ويدعو الأسباب التي شرعها الله لعباده ويجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان الأمر الثالث من الأمور الدلة على بطلان هذه الوصية قوله فيها ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبيان الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جناه من الذنوب سبحانك هذا بهتان عظيم إن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وكلة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم وهاهنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه صفات وجزاءات من لم يأتي لم يأتي بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مجتملة على أنواع من الباطل ودمل كثيرة من أنواع الكفر سبحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب عزيز المستمع واصل قراءة هذه الحاشية المطولة والتي فيها نصف فتوى سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله حفظه الله في حكم النشرة المتدولة ومن يسمى بالشيخ أحمد ينجون من عذاب النار ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بها يكفر لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية وقال والله غير الحق إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب بها لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه والله قد أكمل هذا الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرن فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لها رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة ولوهد الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائرين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم والله متن نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والمرحدين أولي قراءة فتوى سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأما ما ذكره هذا المفترين من ظهور المنكرات فهو أمر واقع والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذر منها غاية التحذير وفيهما الهداية والكفاية نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم باتباعهم الحق والاستقامة عليها والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة وأشر القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محيله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتر وتلبيسه ومسجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين سؤال وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة وتجدونها رفق رسالتي هذه وكما ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على أربع آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذلك في المقدمة وبعد ذلك شارع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها فاصلوا إلى حد الخيال وفي حدود أربعة أيام وضرب عدة أمثلة من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب التي تخصر لمن لم يهتم بها صاحب الفضيلة إنني أعلم بأن القرآن الكريم يجب علينا المحافظة عليه والعمل به على كل الأحوال ولكن الذي أشغل باري هو هذه الطريقة التي سردها مرسل رسالة من الخير العظيم لمن يقوم بتوزيع الرسالة والشر الكبير لمن لا يهتم لها وأنا أعلم بأن الخير والشر بيد الله ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم وإنني قبل عدة سنوات قام بعض الناس بتداول رسالة مشابهة يزعمون أنها من الشيخ أحمد أحد بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنتم بإضاحة الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راديا إضاحة ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعث تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو إقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها فلا يجز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة ولا على إرسالها وتدولها بخصوصها ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وعرسلها إلى غيره بأجل وثواب أخروي ولا جزاء دنيوي من حفظ وعنى وتيسير أمر وكشف كربة كما لم يرد عيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك فمن حدد جزاء لمن كتبها وعرسلها وحدد زمن لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رجوع الروح في الحياة الدنيا سؤال أفيد سماحتكم أيما بأنني قد طالعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي تأليف السلفي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام خضر وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارات البقوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ففي الصفحة الثانية عشرة وكذا ما روا ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ثوبة قال فكشفت الثوبة عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقع وهل يمكن يرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء كما أرجو أن تفسلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض جواب أولا هذه القصة لا نعلم لها أصلا وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقام إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم وأن روحه لم تقبض حقيقة وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قبية مثلا ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة فأظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعض قبضها وهي لم تقبض حقيقة ثانيا رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل ثالثا ورد في القرآن أدله تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادعرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية ومن ذلك أرد روح عزير وحماره بعد مئة سنة قال تعالى كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الآية الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه بن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس عن رجل أن رجلا من الأنصار توفي ثم ردت إليه روحه وأكل مع من حضروه وذلك قد ورد في كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي يقول سماحة الشيخ قال الله تعالى كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطيور في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطعم إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفتن سؤال ما معنى مضلات الفتن وما معنى قول بعضهم إن هذه الفتنة هي من الله إلى عبده جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم كالشبه التي تدل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أوت من فصاحة وقوة بيان وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضائله وقدره وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان فيصط فيهم ويصدهم عن الصراط السوي ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية ثانيا التي قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة فقد يكون سببا للتوبة إلى الله والهداية والتوفيق وتحول الإنسان إلى خير وسعة بعدما كان ضيق الصدر متبرما بالحياة فتفضي به الشدة إلى سهولة والبلاء إلى راحة وسعادة فيجب على المسلم الصبر والرجوع إلى الله في كشف الضر عسى يجعل له من أمره يسرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الحديث صحيح إنه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحت يهودي فاقتله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله روه البخاري وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله روه أحمد والتمري وقال هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته يوفقها رباطة فخافة أن تخرج إليه ثم يصلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله رواه أحمد في مسنده وكذا رواه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهري عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يأجوج ومأجوج الذين ورد ذكرهما في القرآن هل وجد على ظهر الأرض أو في عالم غير عالمنا وهل هما من جنس البشر أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هما من جنس البشر من أولاد آدم أبي البشر عليه السلام وعائشان على هذه الأرض في الجانب الأقصى منها شرقا قال الله تعالى عندي القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون أفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قفرا فنستاع أن يظهروه ونستطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا سورة الكهف الآيات من التاسعة والثمانين إلى التاسعة والتسعين فذل قرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذرية آدم وإن أردت التوسع فاقرأ قصة ذل قرنين في سورة الكهف وتفسيرها في تفسير الطبري وابن كفير والبغوي وغيرها من كتب التفسير المعتمدة لتفهم القصة وتعرف منها جواب سؤالك معرفة واسعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فذاك حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل الحديث روه البخاري ومسلم حاشية يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فأقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود وأخرجه من حديث ابن عمر وأخرجه من حديث أمران ابن حسين انتهت الحاشية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الفتنة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل مشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض المراد بالفتنة هنا الكفر وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق قال ألا يجيء قوله رأس الكفر أي معظمه في المشرق انتهى ونقل عن القاضي أيض ما مصه قيل يعني بالمشرق فارس لأنها حينئذ دار معظمة ورد بقوله في بقية الحديث أهل الوبر وثارس ليس بأهل الوبر وقيل يعني مجد مسكن ربيعة ومضر وهي مشرق لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا قال وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشيطان وفي الآخر حيث قال اللهم مشدد وطعتك على مضر وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له ولدعائه على مضر في غير موطن ويقول حذيفة لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوا وقتلوا وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على عثمان وملأوا الحجرة والبيت لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد لله مؤمن فتفتنه فتقتله وقيل يعني ما وقع بالآراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج دعاة بني العباس وارتجاج الأرض فتنة وكل ذلك كان بشرق مجد والعراق وجاء في حديث الخوارج يخرج قوم من المشرق والكفر على هذا كفر نعمة وقيل يعني الكفر حقيقة ورأسه الدجال لأنه يخرج من المشرق انتهى وقال النووي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعه ومضر وأما قرن الشيطان فجانب رأسه وقيل هما جمعاه الذان يغريهما بإضلال الناس وقيل شيعتاه من الكفر والمرد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ويقول حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس انتهى حاشية صحيح مسلم بشرح النووي انتهى والظهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس اجلس في بيتك وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بلا اتزال وقال ولو أن تعض على أصل شجرة نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد في الصحيحين وغيرهما اللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع هذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هل من جلدتنا ويتكلمون بألثنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك والزمن ليس خاصا بهذا الزمان وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه والمرض من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشة من الوقوع في الشر ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لازمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أشراط الساعة سؤال قد تكرم ببيان علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منه وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن جزاكم الله خير الجزاء جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أشراط الساعة كثيرة منها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة أو رعاة الإبل البهم في البنيان عزيز مستمع اللفظة هنا ولدت الأمة ربها والمشهور ربتها والله أعلم ربما كانت رواية أخرى ومنها خروج المسيح الدجال ونزول إيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض ومنها استفادة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا ومنها كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته وعليك بقراءة كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله ففيه شرح الكثير منها وفيه عظات وعبر وبيان ما يقل إنسان به نفسه من الفتن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب نعم سؤال هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة عاص ولا إيمان من كافر حيث يغلق باب التوبة جواب نعم سؤال هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيمان من القلوب جواب نعم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح المسلم ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ناجة وأوسعها كتاب النهاية لابن كثير وإتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وعشراط الساعة للشيخ حمود ابن عبدالله التوجري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول إيسى عليه السلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمة فعليكم بمراجعة سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وغيرهما من كتب السنة فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد زمانه وكذلك ما ورد في نزول إيسى عليه السلام عليكم بمراجعة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى برثاه الله إليه في سورة النساء ولم يرد في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على تحديد زمان نزوله لكن فيها ينزل إذا خرج الدجال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جواب بل سؤال أرجو أن تفتوني عن صحتي ووجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض وهل وردت أحاديث نبوية صحيحة عنه أثابكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الأحاديث التي دلت على خروج النهدي كثيرة وردت من طرق متعددة ورواها عدد من أئمة الحديث وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنوية منهم أبو الحسن الآجري من علماء المئة الرابعة والعلامة السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية والعلامة الشوكاني في رسالة سماها التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح وله علامات مشهورة مذكورة في الأحاديث وأهمها أنه يملأ الأرض عدلا وقصطا بعدما ملئت جورا وظلما ولا يدوز لأحد أن يجزم بأن فلان ابن فلان هو المهدي حتى تتوفر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وأهمها ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلا وقصطا الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من المهدي وما هي عشرة الساعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبل نزول عيسى يدعو إلى الإسلام ويقيم الله به الحجة ويهدي به كثيرا من الناس وإن شئت التوسع في ذلك فاقرأ ما كتبه عنه ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا سمعنا سابقا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء تنطر ويأمر الأرض أن تنبت أو تحمل ويطلع الكنوز من الأرض وأنه يقتل رجلا ويحيا بعده ويقول من يدرسوننا ما هو صحيح فعل الدجال قمره يقمر بها أعلى من الناس فأفيدون عن الصحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان وأنه يقول للسماء أمطر فتمطر ويقول للأرض أنبت فتمت وأنه يقتل رجلا مؤمنة ثم يقول له قم فيقوم ويقول له أنا ربك فقل له كذبت بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ازددت فيك إلا بصيرة وأنه يريد قتله بعد ذلك فلا يصلط عليه وأنه يدعي الإلهية وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث علامات تدل على كذبه في دعوة الإلهية الأولى أنه أعور العين اليمنى والله تعالى ليس بأعور الثاني أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ والثالث أنه يرى في الدنيا والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في باب ذكر فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتنطر والأرض فتنبت إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فأقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك وفي روايات أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فلا يصلت عليه وعند مسلم أيضا أن مع الدجال ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلك وهذا الأخير والذي يقال فيه أنه تخيل قمرة وما عداه مما ذكر من أحداثه ليس تخيلا بل هي حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيي بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في حديث النواس فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتمبد فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه ضروعة وأمده خواصر ثم يأتي القوم فأدعوهم فأردون عليه قوله فأنصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم وفيه ثم أدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم أدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك إلى آخره وفي رواية أخرى لمسلم عمام سعيد الخدري فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلط عليه انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء الثامن عشر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل خروج الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الثالث والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط الثالث من المجموعة الرابعة سؤال هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بما قرأت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم سيظهر المسيح الدجال وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله باب ذكر الدجال وساق عشرة أحاديث وأوضح الخطوذ بن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري وبإمكانك الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب السنة التي ذكرت ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال وما معنى الدجال هل هو موجود الآن أم لا وأين وطنه وما معنى عواره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أعواروه حقيقي أم مجازي تكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم جعل الله جنة الفردوس مثواك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الدجال مأخوذ الدجال مأخوذ من دجل دجل إذا كذب وأخرق لأنه يدعي ربوبية وهذا من أعظم الكذب وهو موجود وأما عواره فحقيقي لأن الأصل في الكلام الحقيقة وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق بمعنى هل الأموات يبعثون ثانية أم يكون ظهوره على الأحياء في وقت ظهوره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إنما يخرج على الأحياء خاصة أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة لقول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هم يأجود ومأجود وفي أي تقارة يمكن وجودهم وهل هم على سطح الأرض جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يأجود ومأجود من بني آدم عليه السلام من ولد يافث ابن نوح عليه السلام وكانوا يشكرون قارة آسيا شمال الصين منها وهم على سطح الأرض كسائر بني آدم وهم أولو بطش وبأس شديد وقد عثوا فسادا في الأرض قال الله تعالى في وصف رحلة ذي القرنين إلى المشرق الأقصى وما قام به من الإصلاح في هذه الرحلة حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا السدين جبلان بينهما واذ ومعنى خرجة أي أجر زبر الحديد قطع الحديد الصدفين جبلان بينهما واد ومعنى أن يظهروه أن يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم توحيد الأسماء والصفات سؤال تبارك اسم ربك أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل وكثرت خيراته وفاضت بركاته سؤالي هنا هو اسم الرب هو الله وهنا كلمة الله اسم علم للذات المقدسة ذات الله وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات المقدسة وهذا خطأ كبير وكفر أرجو الجواب الصحيح من سورة الرحمن الآية السابعة والسبعين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاسم الذي هو الألف والسين والمين من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لطب الجلالة الله ونحوه من أسماء الله الحسنة التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود من لطب الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى المسمى وهو ذات الرب بصفاته العليا فتبارك لطب الجلالة وسائر أسمائه الحسنة تعظيم لمسمياتها وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمال وليس تعظيما للاسم الذي هو الألف والسين والمين بل تعظيم وتنزيه للفض الجلالة ومدلوله المقصود منه وهو ذات الرب بصفاتها وكذا سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة وليست هذه الأسماء عين ذاته ولكنها دالة عليها وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصاله وللدال عليها من لطب الجلالة ونحوه تبعا سؤال فسبح باسم ربك العظيم أي فنزه يا محمد ربك عما عضاف إليه المشركون من صفات العجز والنقص إلى آخره سؤالي هنا أيضا هو نفس سؤالي رقم واحد سورة الواقعة الآية الرابعة والسبعون أي اسم الرب اسم عالم للذات المقدسة تفسيره بالذات المقدسة هل هو خطأ جواب وكذا القول في تفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم فالتسبيح ليس للإسم الذي هو ألف وسين ومين وإنما هو لذات الرب أصاله وما دل عليها تبعا وهو لفظ الرب العظيم وليست كلمة الإسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى سؤال سبح اسم ربك الأعلى أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح سؤالي ونفس السؤالين الأول والثاني سورة الأعلى الآية الأولى جواب وكذا القول في تفسير قوله سبح اسم ربك الأعلى التسبيح لذات الرب أصاله ولكلمة الرب تبعه بأتبارها دالة على ذات الرب سبحانه أربعة اقرأ باسم ربك الذي خلق أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره سؤال هنا أيضا يقرأ باسم الرب ثم كيف يستعين باسم الرب وهو اسم علم للذات المقدسة يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله قبل الجواب الصحيح جواب كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق فليست الاستعانة بالاسم الذي هو الألف والسين والميم وإنما هي بلفظ الرب بأتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعه سؤال قال الله اعراب لفظة الجلالة الله فقط إني تعلمت في المدرسة أن اعراب كلمة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة لماذا لكن لفظ الجلالة غير ذات الله أي الذات المقدسة جواب لفظ الجلالة يعرب لأن الاعراب مما ينطق به أو يكتب أما مدلوله فلا يعرب لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه وهو المستعان به في القراءة وغيرها وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب خير المسمى لأن المسمى المسمى ذات الرب بصفاته العليا سؤال أضاف النصرة إلى اسم الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الرؤم سؤالي هنا شرح أو معنى اسم الله ولماذا إضافت كلمة اسم إلى كلمة الله فأصبح اسم الله أرجو الجواب الصحيح جواب أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله لأنه عالم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها وهو المقصود بلفظ الجلالة ومنها النصر لا من الاسم وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها لا لأنه عينها ومنا تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله إنما يذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود وهو ذات الرب المقدسة ومسمى لفظ الجلالة فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسها وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها فهو المعبود حق أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى وهو الذي يجزي كل نفس بما كسبت وننصحك بقراءة ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى فإنه رحمه الله وفى المقام حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرق بين الاسم والصفة سؤال ما الفرق بين أسماء الله وصفاته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسماء والبصر أما الصفات فهي نوعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسماء والبصر فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه مع الإيمان بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثوا أحد وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جاوزوا التسمي بالاسم المشترك سؤال يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره وأرجو أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيرا عننا ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنة وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيم له وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي وكنتم قد بدأتموها بقولكم جلالة الملك ألستم معي في أن الجلالة لله وحده وألم الملك اسم من أسمائه الحسنة لا يجوز تسمية شخص بها أيا كانت صفته وشخصيته فنرجو إضاحة ذلك من سماحتكم حتى لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيره اللهم إلا رعوف الرحيم صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قدر أن يقع تحت يدي وأن أتصفح في المجلة العربية في العدد التاسع والثمانين منها رسالة شكر من أستاذ محمد النويسر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة وهو يبدأ رسالته بقوله لقد تسلم جلالة مولاي حفظ الله خطابكم المرسل وبه أعداد المجلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله أو يليق به فيقال مثلا الله حليم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم وليس حلم إبراهيم كحلم الله والله رئوف رحيم ومحمد صلى الله عليه وسلم رئوف رحيم وليس رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق وكل نبي كريم جليل وليس جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا مثل جلال الله وكرمه بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه والله تعالى حي وكثير من مخلوقاته حي وليست حياتهم كحياة الله تعالى والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين وليس مال جبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل مال الله من الولاية والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام ومحتف به من القراء يدل على الفرق بين مال الله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم وقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وإمعان النظر يتضح لك الأمر ويذهب عنك الإشكال بحول الله وقوته ثم ارجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول رسالة التدمرية فإنه وفى المقام حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة أسماء الله سؤال أريد أن أقدم إليكم سؤال قد اختلف العلماء فيه عندنا وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية فنثبت ما أثبت على الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى إما في كتابه أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية أو خداي بالبشتو أو كاد جود بالإنجليزية وغيرها من الأسماء وهل يكون من ذكر الله أو من ذكره بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدا كما قال تبارك وتعالى وذاروا الذين يلحدون في أسمائه أولا ومن العلماء من يقول لا يجوز هذه الأسماء واستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم لله بالعبرانية فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا باللغة أخرى فهل يصح هذا التأويل أم لا يقولون جبرائيل وميكا إيل إيل اسم لله بالعبرانية وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا أفيدون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الصفات سؤال قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد لشرح المزيدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهب الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبع الرابعة سنة 63.000 ميلادية الموافق لسنة 83.000 هجرية أن صفات الله عز وجل عشرون صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية أما في قول آخر في الإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات ثلاث عشرة صفة والمتفق عليه حسب الكتاب سبع صفات وهي صفات المعاني فأفيدون أفادكم الله بما يجب لله تعالى في صفاته وما عددها أهي سبعة أم ثلاث عشر أم عشرون وإذا كانت عشرين فما معنى كونه قادر وكونه حيا وهل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة لأنني داخلني شك منه لأن صاحب المزيدة أشعري وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشعره ولا غيره فزودون بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما القول بأنها أشرون أو سبع أو ثلاث عشرة فلا أصل له بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماء والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه وإليك نسخة من العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الشيخ محمد خليل هارس ونسخة من التدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الكفر في الصفات سؤال ما هو الكفر في الصفات وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها ثانيا من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة المجيء سؤال كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا إليه ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته للحافظ الصيوطي ونص الحديث كما ورد أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا فوضع يده بين كتفيي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض الحديث رواه التلمذي وأحمد عن ابن عباس والسؤال كيف يفسر هذا الإتيان هل يفسر على حقيقته بأنه إتيان يليق بجلاله أم يؤول كما يفعله الأشائرة عندنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يفسر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه إتيان المخلوق ولا نتأوله على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يا ربك أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله الله الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الإرادة والمشيئة سؤال علمنا أن العبادة من الإرادة لو لا الإرادة لما قدر العابد وإبادته وكذلك العصاه من الإرادة لو لا الإرادة لما قدر العاصي عصاته ولما يجاز الله العابد ومع أن عبادته من الإرادة لولاها لما قدر على العبادة ولما عذب الله العاصي بعصاته مع أن العصاه من الإرادة لو لاها لما قادر العصاه ومع أنه تعالى ليس بظلام للعبيد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو جل وعلا له الخلق والأمر والعبد له إرادة ومشيئة ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله جل وعلا بيّن طريق الخير وأمر به وبيّن طريق الشر ونهى عنه وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين قال تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى بمشيئة الله وقدره السابق وله في ذلك الحكمة البالغة وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله الآية سورة النساء الآية الثامنة والسبعون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم المحترمة أن تبين لنا هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب فتح المجيد في الصفحة الخامسة عشرة من أول الكتاب قال الشارح فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة إلى آخره فما معنى ذلك وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقة فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أخص مطلقة فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن لأمة مهما بلغت أن تدمر أحدا ما لم يشاء الله ذلك جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحدا إلا إذا شاء الله ذلك فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته تعالى كما قال في محكم التنزيل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سؤال هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى لتتابع الجواب الوجه الثاني يبدأ حالا ونجيب في بدايته على السؤال الذي أنهينا به الوجه الأول هو الذي يتحدث عن هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا بالله كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ونحو ذلك أما الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا بأس بذلك مع الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى وإن اشترك في اللظ وعصل المعنى في الذهن وقد أجمع أهل السمة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على أن القول في الصفات كالقول في الذات فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه الذوات فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة النزول سؤال جرى بين وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة من مدرس الجامعة في أبيجان ساحل العاج حوار حيث يقول إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة قلت له بلا شك وقرأت الحديث له قال إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في القرآن على العرش استوى لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها لقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة فتوقفت وسكت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تعرض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار وبين استوائه عز وجل على العرش لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل القطر ولا ينافي ذلك ألوه واستواءه على العرش لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء بل ذلك مختص به سبحانه بخلاف المخلوق فإنه يستحل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ولا يقنص ولا يمثل بهم لقوله عز وجل فلا تضرب لله الأمثال وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السمع البصير ومما ذكرناه يطبح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه وأن اختلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وفقهنا في دينه ووصرنا بالحق فإنه مجيب الدعاء وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة الوجود سؤال لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود وإنما وجدت اسم الواجد وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن مفعول ولابد أن يكون لكل موجود موجد كما أن لكل مفعول فاعل كما أن لكل مفعول فاعل وأصحفها فاعلا ومحال أن يوجد لله موجد ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق والموجود يشبه اسم المخلوق وكما أن لكل موجود موجدا فلكل مخلوق خالق فهل يبعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود جوال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضعت وجد الله معلوم من الدين بالضرورة وهو صفة لله بإجماع المسلمين بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ينزع في ذلك إلا ملحد دهلي ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد لأما الوجود نوعان الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الثاني وجود حادث وهو ما كان حادثا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه وهو الله سبحانه قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويحبر عنه بذلك في الكلام فوقال الله موجود وليس الوجود اسما بل صفة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سؤالي في خطابي السادق عن كلمة الموجود لن يكن استفهاما عن وجود الله فأنا أعلم علم اليقين أن الله هو واجب الوجود بهاته ووجود الله قبل والآن وبعد ثابت بالنقل وبالعقل ولا يماري في ذلك إلا مرحل دهري لذلك تعجبت عندما وجدت أن الرد على سؤالي انصبت أدلته جمعاء على إثبات وجود الله ففهمت أن السؤال أخذ على غير مراد ذلك رأيت أن توسع قليلا في طريقة عرض السؤال هذه المرة حتى طبح بإذن الله تعالى من المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أن الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى فيجب على كل مؤمن أن لا يصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو نظرنا إلى أسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجد فإذا ما بحثنا في كلمة الموجود لن نجدها في الأسماء وصفات وإنما جرى استخدامها للتعبير عن وجود الله عز وجل لكن التعبير عن وجود الله ليس بقصر على استخدام لفظ الموجود بل يمكن التعبير عن وجود الله بأي اسم من أسمائه الثابتة في الحديث الشريف فساعة أن أؤمن وأنطق بأن الله حي أو بأنه هو الأول والآخر فهذا إقرار مني باستمرارية وجود الله من أزل الآزال إلى أباد الآباد عز وجل مستمع نازلت ولي قراءة سؤال مستفتي ولكنك قلت بالنصف الختاب السابق ردا على سؤالي الوجود نوعا الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره وهذا هو وجود الله سبحانه انتهى وعندما نظرت في الرد وجدت أنك قسمت لي الوجود نوعين ولكن لم تقل الموجود نوعان على رغم أن سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود ثم انتقلت بعد ذلك إلى قولك وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويقبر بذلك في الكلام فيقال الله موجود وليس اسما بالصفة وهذا هو محل سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه الوجود في حديثه الشريف ولم يصفه بأنه الموجود فلابد أن كلمة الموجود ليست بضرورية للتعبير عن وجود الله دليل نقلية كما سنجد في أسماء الله وصفاته كلمة الخالق التي تكاد تتطابق مع كلمة الوجود وهما من أسماء الله تعالى وصفاته وكلمة الموجود أو المخلوق على وزن مفعول ولابد أن يكون لكل مفعول خاعل ولكل مخلوق خالق ولكل موجود واجد فهل بعد ذلك يصح لي أن أعبر عن وجود الله باستخدام لفظ موجود الذي اندل على شيء فإنما يدل على الحدوث بعد العدم وهذا لا يحق إلا في حق المخلوقين أفتونا مأجورين دياب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا الواجد ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح ثانيا إنما قسمنا الوجود إلى قسمين لأنك قلت في سؤالك إن كلمة الموجود على وزن مفعول ولابد لكل موجود من موجود كما أن لكل مفعول فاعل وهذا غير صحيح بل الموجود قسمان موجود لذاته لا يحتاج إلى من يوجده وليس مثل المخلوق وموجود حادث يحتاج في وجوده إلى غير يخرجه من العدم فخسمنا الوجود إلى نوعين لتعرف من ذلك أن الموجود المشتق منه نوعين وأن الذي يحتاج منهما إلى موجود إنما هو الموجود الحادث وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجدناك عليه لكنك لم تفهم الجواب لكنك لم تفهم الجواب ونسأل الله لنا ولك التوفيق لفهم الصواب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة الهرولة أهل لله صفة الهرولة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم صفة الهرولة لله على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى إذا تقرب إلي العبد شبرا فقربت إليه ذراعة وإذا تقرب إلي ذراعة فقربت منه داعة وإذا أتان يمشي ناشيا أتيته هرولة رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لفظ الذات هم من وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة من وصف الله تعالى بالعقل المدبر يكفر أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة فقد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالى لأن أسماء الله وصفاته توقيفية ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسما أو وصفا ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده وتكيفه في الإضاحة العامة وغيرهم وصفه تعالى بكمال العلم وحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسمي ولم وصف به نفسه مع ما في إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العاشرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة الاستواء سؤال ما حكم السماء خلف رجل يقول ما لها في السماء والأرض يحل الله في الأرض خوفا من تحديد مكانه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من عقيدة أهل السمة الجماعة أن الله سبحانه وتعالى في العلوم فقد نعي خلقه وأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وما يدل على ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله وهو العلي العظيم وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله في حق عيسى بر فعظ الله إليه وهو جل وعلا في السماء إله وفي الأرض إله كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو مع خلقه بأمه كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم فمن اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم فإن أصر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافرا بالله فلا تصح الصلاة خلفه وبالله التوفيق وصلمه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إثبات العلوم لله تعالى حديث الجارية هل هذا الحديث صحيح واضح؟ الحديث إن الله في السماء علما أن الإمام الغزالي يقول إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق الزمان والمكان فالمرض توضيح هذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حديث الجارية الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة حديث صحيح وفيه دليل على إثبات العلوم لله تعالى وأنه فوق عباده دائل من خلقه كما دل على إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وآئمة السلف رحمهم الله قبل أن يكون الغزالي فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من العلماء بل يجب اعتقاد ما فدت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وآئمة السلف وننصحك بقراءة العقيدة الواسطية لابن تيمية وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي ففيها بيان الحق بأدلته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قيل أن الله فوق عرشه والعرش فوق كرسي فوق السماوات السبع والسماوات فوق الأرض ونحن في الأرض قيل إنه أقرب إلينا من حبل الويد كيف يعبد الإنسان ربه حتى يجد الجنة جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يجب اعتقاد أن الله تعالى فوق عرشه لقوله تعالى الرحمن على العرش استواء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وذلك بعلمه وبملائكته وهو سبحانه فوق عرشه منزه عن مخالطة خلقه ثانيا عبادة العبد ربه تكون صحيحة مقبولة يرضى بها الله عن العابد وادخله بها الجنة بفضله تعالى إذا كانت خالصة لله ابتغى بها وجهه وفقد في ظاهره ما شرعه في كتابه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أين كان العرش والكرسي فوق الأرض أم تحتها أم عليها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول أهل السنة والجماعة إن العرش والكرسي فوق السماوات والسماوات فوق الأرض محيطة لها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صفة الضحك سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لفظ الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد انتهى وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يسبه خلقه في شيء كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم القرآن كلام الله سؤال لقد سمعت من إمام أحد المساجل حديثا في هذا الشهر عن فضل القرآن وكان من ضمن حديثه قوله إن القرآن صنعه الله ما قاله الشيخ ومن خلال دراساتي للتوحيد في المراحل الدراسية تعلمت بأن المعتزن هم الذين قالوا بخلق القرآن وأهل السنة والجماعة أبطلوا وداحضوا حجتهم حيث إن مذهب أهل السنة والجماعة بمسبة في القرآن أنه ليس بمخلوق بل هو كلامه تعالى حقيقة نزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم فأنا لا أدري هل كان للشيخ مقصد آخر يرمو إليه عندما قال مقالتها أم ماذا فما رأيكم بذلك القول الذي قاله إنه ذلك المسجد أرضو توضيح ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن إمام المسجد قال إن القرآن صنعه الله فعقيباتك في كلام الله صحيحة وهي موافقة لما قاله أهل السنة والجماعة وأن قول إمام المسجد إن القرآن صنعه الله فغير صواب لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهمه ما ولعلك تتصل به وتنبهه فقد يكون ذلك منه خطأا لسانيا غير مقصود لا فيصلح قوله ويعدل رفوه فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر على ذلك فأرشده إلى الحق إن استطعت وإلا فأعطيه كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن ثانية رحمه الله وكتاب التدمرية له أيضا وكتاب شرح الطحاوية للشيخ ابن أبي العز رحمه الله أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها العقيدة الصحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نزول القرآن أهو كلام الله حقا أم هو منزل في صورة وحي إلى الرسول والرسول يقوم بدوره بإعطائه الألفاظ المناسبة وإذا كان القرآن كلام الله حقا فهو يتكلم مثل الإنسان إذن وإذا كان يتكلم مثل الإنسان فإننا أصبحنا نعبد شيئا يتكلم مثلنا جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض القرآن كلام الله حقا لصفه ومعناه تكله به رب العالمي وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام دون تغيير ولا تبديل قال الله تعالى وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجمعه فجمعه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وابينه له قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجنة أو الملائكة بل بصفة وكيفية مختصة به تعالى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه لا يشابه فيها خلقه كما قال سبحانه ليس كم فيه شيء وهو السنور البصير وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلقات تعالى الله عما يقول الظالمون علوا من كبيرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قول سبحان الذي عينه لا تنام سؤال يوجد هنا بعض الشباب يحلفون ويقسمون بالكلمات التالية سبحان الذي عينه لا تنام فهل هذا القسم جائز أم لا حيث إن هؤلاء الأشخاص يربطون صفة النوم بالعين للخالق عز وجل وسبحانه لم يخبرنا بذلك الذي ورد في القرآن قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول سبحان الذي عينه لا تنام أو والله الذي عينه لا تنام جائز فهو وصف كمال وقد ورد في القرآن الكريم في سورة طه ولتصنع على عيني وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم في نص القرآن وقد جاء في سنة الصحيحة أنه لا ينام ولا ينذي له أن ينام مع العلم بأن هذه الجنة وهي سبحان الذي عينه لا تنام ليست بقسم ولله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دفع شبهة الحلول سؤال ما معنى قوله تعالى في الحديث القرسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطس بها ورجله التي يمشي بها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا أدى المسلم ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرد إلى الله تعالى بنوافل القاعات واستمر على ذلك أحبه الله تعالى وكان عونا له في كل ما يأتي وما يذر فإذا سمع كان مسددا من الله في سنهه فلا يستمع إلا الخير ولا يقدر إلا الحق وينزح عنه الباطل فإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافلة بتأييد الله وتوفيقه فيرى الحق حقا والباطل باطلا وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان بطشه من بطش الله نصرة بالحق وإذا مشى كان مشيره في طاعة الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطلة بهداية من الله وقوة منه سبحانه وبهذا يتغين أنه ليس في الحديث دليم على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منهم هامش روى هذا الحديث الذي بدأ ب فإذا أحببته كنت سمعة وانتهى ب التي ينشي بها هنا في هذه الفتوى فقط وإلا فالحديث المطول عن ذلك رأوه الإمام البخاري وأحمد المختصرة وعبد الرزاق في المصنخ مرسل عن الحسن وابن أبي شيبة عن حسان بن عطيه مرسل وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم التنذي في نواجه الأصول وابن مربعيه وابن عين سلحية وابن عساكر في تاريخه من حديث لأنفس ابن مالك كما في الدر المنثور انتهى نقول وما جاء في بعض الروايات من قوله فبي يسمع وبي يبصر ويرشد إلى ذلك ما جاء في أخر الخديث من قوله تعالى ولئي استعاذ بي لأعيذنه فإن ذلك يرشاد إلى المراد في أول الحديث فبي يسمع وبي يبصر في أول الحديث وتصريحا بسائر ومسئول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر يقول الله تعالى عبدي مردت فلم تعدني إلى آخره فكل منهما يشفح آخره أولا لكن عرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النفص ويأرضون عن المحكم منها فظلوا سواء السللي وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف الرد على القائلين بأن الله في كل مكان تعالى عن ذلك وما حكم قائلها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستعين على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائم عنه وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية وقال تعالى وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ومما ندل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهننا عليه الآية وقال تعالى حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال تعالى حامل تنزيل من الرحمن الرحيم إلى عير ذلك من الآيات الدالة على عرير الله سبحانه وتعالى وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال كانت لي جاريه ترعى غنما لي بين أخط والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاه وأنا رجل من دني آدم آسف كما أسفون فسككتها سكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ايجني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة اخرجه المسلم وأبو داود والنسائل وغيرهم وفي الصحيحين حديث أبي سعيد من خدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنيني وأنا أمن من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا ثانيا من أعتقد أن الله في كل مكان فهو من الخلولية ويرد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلو وأنه مستعين على عرصه دائما من خلقه فإن قاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فمعناه أنه سبحانه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمعناه أنه سبحانه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض لا يبدو حق سواه وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الوردة في هذا الباب عند أهل الحق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى شريط الثالث والثلاثون من فتاة اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء من جنع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق أدويش ولازم مع مجنب العقيدة في المجموعة الرابعة من هذه الأشطقة وله بقية على الشريط الرابع والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والثلاثون من فتاة اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء لازلنا مع العقيدة وهذا هو الشريط الرابع من المجموعة الرابعة الأشاعرة سؤال ما الحكم من نات على التوحيد الأشعري قبل بلوه توحيد الأسماء والصفات إليه ولم يسمعه من أحد ولا فهمه وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلهية ولم ينبه عليه أحد فينكره هل له أذر أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أمره إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأشاعرة ليسوا كفارة وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنكر بعض الناس صلة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وقال إنه ليس من مصنفاته فهل قال أحد من العلماء المسلمين بمثل هذا القول وما هي الأدلة للرد عليه وأخيرا أرجو من فضيلتكم أن تزاودون ببعض الكتب المناسبة ليسر لنا الدعوة إلى الله على هدى ونور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض اشتغر بين العلماء قديما حديثا نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وقد لده فيما فيه أتباعه أخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في الإبانة ونقدوه ولم ينكو نسبته إليه والأصل البقاء على ما اشتغر من نسبة هذا الكتاب إليه فإذا كان لدى من نفى ذلك حجة فليذكرها لينذر فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بالنسبة للإمام النووي بعض الإخوة يقول إنه أشعري في الأسماء والصفات فهل يصح هذا وما الدليل وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة ومنهم من قال إن له كتاب يسمى بستان العارفين وهو صوفي فيه فهل يصح هذا الكلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد له أغلاط في الصفات أي الإمام النووي سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلك بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المتهرة والإيمان بذلك على الوجه الضائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل عمل بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السنة والبصير وما جاء في معناها من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رمي ابن تيمية بالتجسيم سؤال إني فتى عمري يقارب ستة عشر عاما كل الناس الذين يعيشون حولي مبهورين بشخصيتي فقد كان لدي علم غزير في الدين وعلوم الدنيا وكنت متبهنة فجرفني التيار إلى جماعة صوفية يتزعمها شيخ صوفي يسمى محمد عيد الحسين في غضون شهر جعلني من طلابه لا من طلابه بل أقول من خدامه لأني كنت أمسح بيده على وجهي وأقبل يده وألبسه النعال وكنت أتسابق مع الآخرين في من يلبس الشيخ النعال هذه الليلة وفي نفس الفترة ازداد حبي للاطلاع على كتب شيخ الإسلام بن تيمية لأني كثيرا ما أسمع الشيخ يسبه ويكفره ويقول إنه من المشبه وعندما كنت أقرأ تلك الكتب لم أكن أصدق نفسي إن الكلام هناك مناقض لكلامي ما بين معقفتين سيدي شيخ رضي الله عنه وعرضاه بين معقفتين كذلك إلا أن يحاول أن أخنع نفسي بأن الكتب مغشوشة كما يقول الشيخ وكما أنه يقول إن الوهابية جماعة الخارجة عن الإسلام مثل المشبهة والخوارج والمعتزلة وأيضا في تلك الفترة كنت أذهب لجماعة السلفية وأتماظر معهم وأستدلوا بأحاديث يأتي به الشيخ يتضح لي بعد ذلك أنها موضوعة وكانوا دائما يفحمونني ويخبرون بأني قريبا سأترك الشيخ إذا الله أراني طريق الحق وبقيت مع هذا الشيخ ما يقرب من ستة أشهر قضيتها في حياة صوفية مشركة بالله والأياذ بالله وفي كل درس كان يخبرنا عن أسياده وعن كرامات الأولياء وبعض كرامات منها أنه بالكشف طبعا هو لا يتكلم عنها مباشرة إلا ما بطريق الملتون إلا أن النبيب من الإشارة يفهم وكنت مصدقه في كل ما يقول حتى إن أصدقائي يحضرون لي أحاديث صحيحة مناقبة لكلامه إلا أني أرفض وأخبرهم بأن الشيخ أعلم منهم ومرت الأيام وفي إحدى الليالي وهي بالتحديد في ليلة الخامس عشر من شعبان سنة ألف وعربعمائة وواحدة قال يجب على كل واحد منكم أن يقلد الشيخ إذا كان واثقا به دون الاعتراض والذي يريد الدليل فقد كان الصحابة ينفذون ما أمرهم به الله والرسول دون اعتراض سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فإنما سمعت هذا القول منه أثلج صدري وجسمي مع أني كنت أفسد عرقا في تلك ليلة الحارة ومنذ ذلك الحين ابتدأ الشك يساورني في حقيقة هذا الشيخ وبعد هذا بيومين أي في السابع عشر من شعبان سنة احدى وعربعمائة وآلف هجرية سافرت إلى المدينة وبعدها إلى مكة المكرمة معتمرة وهناك تعرفت على شاب بن فعودي يسمى بعبد العزيز الصالح الطويان من بريدة فأخبرته عن حقيقتي وعن الشيخ وبعدها أخبر لي كتبا لكتاب رد على الصوفية وكذلك أخبر لي كتب شيخ الإسلام ابن تيميئة فازداد شكي بالشيخ إلى أن تركته بعد أن أعماني عن الحق عماه الله عن الحق سامحه الله علما بأن هناك طلابا من عنده أنا قد عرفتهم على الشيخ وعندما صارحتهم بالحقيقة رفضوا وقالوا بأني قد تجننت كما قال الشيخ نفسه والآن في كل يوم أتنظر ما أحد طلابهم بدون أن الشيخ طبعا وما يطالب عزيز علي أريد أن أرد عليه في أدة أمور أفحمني فيها إلا أنها قليلة في جانب ما أفحمته فيه وهي واحد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه حتى يرد علي الله روحي فأرد عليه أرضي تضيح ذلك تفصيلي إثنان يقول وهو كاذب أي الطالب نقلا عن شيخي وأنا أعلم هذا بأن ابن تيمية جسم الله عز وجل أرجو توضيحا أيضا لو تكرنتم ثلاثة عن الأولياء وعندي عين والله الحمد بهذا كثير إلا أنه قريب بجانب عينكم أدامكم الله وأبقاكم حماة للإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إنا ما ذكروا الطالب المناظر لك من أن شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم بهتما على الشيخ رحمه الله وكذب عليه وعقيدة الشيخ عقيدة سلف هذه الأمة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ووصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تنثيل وهذا واضح في رسائله ومؤنفاته كالعقيدة الواسطية والرسالة التدمرية وغيرهما ولكن أهل البدع كالجهنية والمعتجرة يرمون من أثبت الصفات لله على الوجه اللائق به ويسمونه مجسم ومشبه وهكذا الأشاعرة يرمون من خالفهم فيما تأولوه من الصفات بأنه مجسم ونظرا إلى أن التجسيم لم يرد في النصوص نفيه ولا إثباته فلا يدزل المسلم نفيه ولا إثباته لأن الصفات لأن الصفات توقيفية وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود ما من أحد يسلم علي إلا رض الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فسبق مننا فتوى في معنى هذا الحديث برقم 83 وثلاثمائة واربعة آلاف هذا نصها سؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبله الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدم أي العنصرية بحياة دنيوية حسية أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت عزيزي السماء جاءت اللفظة بلا تكليف ولعله يقصد بلا تكليف والله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت اللهم بالرفيق الأعلى وجسده منور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم الكيامة كما قال الله تعالى وإلى النفوس زوجت جواب إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التناعم في قبره بما أعضه الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنيا عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنيا ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن صدقه من الأنبياء وغيرهم قال الله تعالى وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن اكتفهم الخالدون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال إنك ميت وإنهم ميتون إلى أنثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرسالها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ولم يخالف في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلوفه وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ولو كان حيا كحياته في دنيا لما فعلوا ذلك فهو إجماع منهم على موته ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهم وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلها ولو كان حيا كحياته في دنيا لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أخاط بهم من البلاء أما روحه فهي في أعلى الليين لكونه أفضل الخلق وعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام سؤال هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ولداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث من صلى عليه عند قبري سمعته إلى آخر الحديث أهذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الأصل أن الأموات عموما الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم كما قال تعالى وما أنت بمسمعنا في القبور ولم يثبت في الكتاب ولا في السمة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك لما ثبت عن علي بن حسين ابن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فنهاه يقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبر يا عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أن كنتم أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيدا بلغته فهو حديث ضعيف عند أهل العلم وأما مراه أبو داود بإصناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فليس بصريح أنه يسمع سلاما مسلم بل احتمل أنه يرد عليه لذا بلغته الملائكة ذلك ولو فرضنا سماعه سلاما مسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء سؤال نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كد حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب أعني عند قبره الشريف أو من بعيد أشرك طبيح أم لا جواب جعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداءه والاستعانة به بعد نوته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه كي يقول يا رسول الله شفني أو رد غائبي أو نحو ذلك لعموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ينبكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سؤال أي صلوات أفضل عند قبره الشريف أعني الصلاة والسلام عليك رسول الله أو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة الأظام أو الأولياء الكرام لجواب السلام جواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره فيجوز أن يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فإن معناه الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صلي على محمد والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف أما بالنسبة للنقطة التي بعدها فلم يثبت في كتاب ولا سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة ثم الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح بل هو وهما وخيان لا أساس له من الصحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تأميل الصفات سؤال تعلمنا في المدارس أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وأن لا نصرف النصوص الواردة فيها عن ظواهرها ولكننا بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين في مذهب أهل السنة والجماعة المدرسة الأولى مدرسة ابن تيمية وتلاميذه رحمهم الله والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعرة والذي تعلمناه هو ما ذكره ابن تيمية وتلاميذه أما بقية أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والما تريدية وغيرهم فإنهم يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل مع نص شرعي ويحتجون لذلك بما قاله ابن الجوزي رحمه الله وغيره في هذا الباب بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد أول في بعض صفات مثل قوله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم الحزر الأسود يمين الله في الأرض وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وغير ذلك والسؤال الآن هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل صحيح وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي وما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنوعي وابن الجوزي وغيرهم هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا وهل نقول إنهم أخطوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك ومن المعروف أن الأشاعر يؤولون جميع الصفات مع عدى صفات المعاني السبعة فإذا وجد أحد العلماء يؤول صفتين أو ثلاثة هل يعتبر أشعاريهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآبه وصحبه وبعد جواب أولا دعوى أن الإمام أحمد أول بعض نصوص الصفات كحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره دعوى غير صحيحة قال الإمام أحمد بن تينية وأما ما حكه أبو الحامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين فهذه الحكاية كاذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه وهذا الحنبلية الذي ذكر عنه أبو حامد أي الغزالي أو الغزالي مجهور لا يعرفه لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال انتهى من الصفحة الثامنة والتسعين بعد ثلاثمائة من الجزء الخامس من مجموعة الفتاوى وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معاني الأول ما قال الشيء وحقيقته التي يقول إليها كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام هذا تأويل يا يمين قبل أي حقيقتها التي آلت إليها وقوعا وليس هذا مقصودا في النصوص المذكورة في السؤال الثاني التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد لقرينة وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وعصول الفقه وليس متحققا في النصوص المذكورة في السؤال فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه في المعنى الأخير للتأويل الثالث التأويل بمعنى التفسير وهو شرح معنى الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامي الخبير بلغة العرب وهو المقصود هنا فإن جملة الحجر الأسود يمين الله في الأرض ليس ظاهرها أن الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه بل معنى الظاهر منه أنه يمينه بدليل بقية الأثر وهو جملة فمن صافحه فكأنما صافح الله ومن قبله فكأنما قبل من الله فمن ضم أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره المراد لم يصرف عنه أنه حق وهذا ما يقوله علمة السلف كبإمام أحمد وغيره منهم وهو تأويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره كما زعمه المتأخرون عينا بأن ما ذكر لما صح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا القول في حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن ظاهره لا يدل على مماسة أو مداخلة ولا مداخلة وإنما يدل ظاهرها على إثبات أصابع للرحمن حقيقة وقلوب للعباد حقيقة ويدل إسناد أحد ركنه الجنة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده كما يقال فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يدي الملك فإن ذلك لا يقتضي من مماسة ولا مداخلة وإنما يدل ظاهر على وجود شخص وملك له يدان ويدل ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تنكر الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة وكذا القول في قوله تعالى بيديه لملك وقوله تجري بأعيننا وأمثال ذلك ثانيا تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح وبيانه أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة واحدة عقيدة وسياسة حتى إذا كانت خلافة أثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف في السياسة دون العقيدة فلما قتل وبايع علي جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكاننا بينهم من حروب سياسية خارجت عليهم طائفة فسمية الخوارج ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان الستة ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على رجلين في الوضوغ وأنثال ذلك ثم غلط طائفة من أصحاب عليهم فيه حتى عبدهم منهم من عبده فسموا الشيعة ثم افترق كل من الخوارج والشيعة في غرقة ثم أنكر جماعة للقدر وكان ذلك آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم فسموا القدرية ثم كان الجعد بن درهم فكان أول من أنكر صفة الله وتأول ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيها فقتله خالد القسري وتبعه في انكار ذلك وتأويله تلميذه الجاهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه ذي المقالة الشميع وعرف من قالوا بها بالجهمية ثم ظهرت المعتزلة فتابعوا الجهمية في تأويل نصوص الصفات وسموه تنزيها وتابعوا القدرية في انكار القدر وسموه عدلة وتابعوا الخوارج في الخروج على الأولى وسموه الأمر بالمعروف وإلى غير ذلك من مقالاتهم وقد نشى أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم معتقد مبادئهم ثم هده الله إلى الحق فتابا من الاعتزال ولزم طريق أهل السنة والجماعة واجتهد في الرد على من خالفهم في أصول الإسلام رحمه الله لكن بقيت فيه شوائد من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص صفات الأفعال وتأثر بقول جهن بن صفوان في أفعال الإباد فقال بالجبر وسماه كسب وأمور أخرى تتبين لمن قرأ كتابه الإبانة الذي ألفه آخر حياته كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تينية في مؤلفاته رحمهم الله مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وصنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وسائل أصول دينهم ولم يععدوا نصوصهما بالعقل أو الهوى وتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من دعاء للإيمان وعركان الإسلام فكانوا أئمة الهدى ومنار الحق ودعاة الخير والفلاح كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزم نهجهم عقيدة واستدلالا أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من السنة لقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من مسائل أصول الإسلام وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كثيرا وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبع عقيدة واستدلالا وبهذا يعرف أنه ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان إنما هي مدرسة واحدة يقوم بنصوتها والدعوة إليها من سلك طريقهم وابن تينيه ممن قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة بل هو متبع لما كان عليه وإمة الهدى من الصحابة ومن تبعهم من علماء الخرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وكذلك مناظره إنما قاموا بنصر مذهب من قلدوه ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن راجع عن الاعتزال وسالك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطواف ثالثا من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات إنما تأولها لمنافاتها الأذلة العقلية وبعض نصوص الشرية في زعمه وليس الأمر كذلك فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي نصوص فإن نصوص الشر في أسماء الله وصفاته يصدق بعضها بعضا مع كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيه سدحانة عن مشابهة خلقه رابعا موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناه أنهم في مظلنا من كبال علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بأيمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأنهم أخطأوا فيما تأولوهم من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله سواء تأول الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان الصابون من الردود والرد عليها فجزاكم الله خيرا أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان والصابون من الردود والرد عليها فجزاكم الله خيرا أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا اقرأ كتب السلف في توحيد الأسماء والصفات لتعرف منها أسماء الله وصفاته وكل ما يجب اعتقاده في أمور التوحيد مثل مختصر الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلاهما لابن القيم وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فإن السلف أعلم بالدين ممن بعدهم وأقوى دليل وأهدى سبيل مع وضوح العبارة والبعد عن تحريف الكلم عن مواضعه وأسأل الله أن يبصرك بالحق ويهديك سواء السبيل مع الإخلاص في القول والعمل والزم طاعة الله وطاعة رسوله فذلك مع الدراسة والتعلم أقوى سبب في الوصول إلى الصواب والإطمئنان إليه وزوال الحيرة ودح ضل باطل وأكثر من قراءة القرآن فإنه الأصل والسنة بيان ثانيا الخلاف في مسائل الأسماء والصفات بين السلف ومن تبعهم في قولهم وبين الخلف فالسلف ومن تبعهم لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة من غير تكيف ولا تشبيه الله تعالى بخلقه ومن غير تأويل ولا تعطيل أما الخلاف فإنهم يؤولون نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله وصفاته أو يؤولون بعضها فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يفسره السلف بأن الله تعالى ارتفع وعلى بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى ويفوضون في كيفية استوائه عليه أما الخلاف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه والتصلط على ذلك وينفون علوه على العرش حقيقة فليس الله تعالى في رأيهم فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم بل هو في زعمهم في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبير وكذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطة يثبت بها السلف أن لله يدين حقيقة على ما يليق به ويثبتون كمال الكرم والسخاء من الخبر عنهما بأنهما مبسوطة ويقول الخلف إن المراد بهما الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء فليس لله في زعمهم يدان ولا شك أن الحق مع السلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيل لأن الأصل الحقيقة ولا دليل على العدول عنها فكان السلف بذلك أسعد بالدليل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التأويل حسب هوى النفس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حرام وقد يكون كفر وقد يكون معصية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الإيمان سؤال ما الذي يجب على المسلم عمله من العقيدة حتى يكون مسلما حقا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية وفي تيسر طرق التعلم وصعوبتها فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشبه حلوه ومره وفهم معنى ذلك إجمالا ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم معناها ولو إجمالا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء أي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرم لمن استطاع إليه سبيلا ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها مع الحذر من كل ما حرم الله على عباده وأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية شرح الطحاوية لابن أبي العز زاد المعاد لابن القيم ونحوها لتزداد علما في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قضية الألوهية وما يعنى بشهادة لا إله إلا الله فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مجموعة التوحيد لشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ومعارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي وغيرهم يجد الآتي أولا في فتح المجيد قال الشيخ رحمه الله في معنى لا إله إلا الله نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحدة كافية بل لابد من العلم بل لابد من التلفظ والعمل والعلم ولم يجعل ذلك كافية بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه رواه مسلم وذلك في الحين الذي نجد في كتاب أولاه لا قضاء أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام عزيز المستمع كتابه لا لا قضاء لا يشتهر كثيرا ربما عندي أنا كقارئ والذي أعلمه أن الكتاب المشهور عنوانه دعاه لا قضاء وقد كتبه أحد المنتسبين لجماعة كبيرة تعمل على الساحة تسمي نفسها بجماعة الإخوان المسلمين نقول وذلك في الحين الذي نجد في كتاب أولاه لا قضاء أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره وكذا المطلع على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيمان قول وعمل يحتار عندما يجد في أقوال معاصرين أنه القول دون العمل وعندما قال السلف في عناصر الإيمان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يجد في ذلك أيضا حيرة أفتونا في الحق من هذا بعدما علمتم ما سقناه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان ولا يكتفى في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقفضي كفره وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حقا إلا الله ولا يكفي لا معبود حق إلا الله وقد سمعناها كثيرا لا معبود بحق إلا الله ولا يكفي مجرد القول بل لابد من الإيمان بالمعنى والعمل بالمقتضى كما قال الله سبحانه في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والآيات في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما أنواع العقائد المطلوب من المسلم الإيمان بها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره على ما بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته مع الالتزام بأركان الإسلام الخمسة والإيمان بها ويا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإيمان بأن الله صبحانه هو المستحق للعبادة دون سواه وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مع الإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سؤال ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية وكيف الحصول على ذلك جواب أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد وكتاب العقيدة الوسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصوائق المرسلة وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح الطحاوية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أولا أبدأ سؤالي بأن تنصحوني لأستفيد منكم والمثل هنا العلم يأتي من أفواه الرجال فمثلا أريد بأن يقوى إيماني ثانيا أريد أن أتعلم ولكن الكتب في الجزائر مهجورة إلا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بتعلمهم ثالثا إني أعمل بناء والناس الذين في العمل ليس لهم عقيدة وكلامهم سخيف وليس كلامهم إلا في الفاحشة رابعا أنا أمشي مع أخ ولكن عقيدته فاسدة وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين وأنا مهلك منه وأرجو أن تعطوني دواء لهذا الداء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرا وتكثر من الاستماع لتلاوته وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه بقدر استطاعتك وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من علماء السنة وننصحك أيضا بالإكثار من ذكر الله بما ورد في الأذكار في الأحاديث الصحيحة مثل لا إله إلا الله ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك وأرجع في ذلك إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية للنووي وأمثالها فإن ذكر الله يزداد به الإيمان وتطمئن به القلوب قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام مع رجاء رحمة الله والتوكل عليه في كل أمورك قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ثانيا الكتب الإسلامية موجودة في كل دولة إسلامية بكثرة بالمكتبات الحكومية العامة وللبيع بمكتبات الأهالي التجارية ومن طلبها وجدها ونوصيك بمراجعة أهل العلم الشرعي عندك لمعرفة ما يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية أو تستعيره للقراءة أو تشتري ما تحتاجه من المكتبات التجارية وتسأل أهل العلم عما أشكل وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من مسائر الشرع المطهر ونسأل الله الثبات على الحق ثالثا ورابعا عليك بمصاحبة الأخيار وبمجالسة الصالحين لتستفيد منهم علما وخلقا ويكونوا عونا لك على الطاعة وإياك وقرناء السوء ومجالسة الأشرار خشية أن يؤثر عليك في أخلاقك أو يفتر همتك ويضعف عزيمتك في أداء شعائر دينك والقيام بواجب أسرتك أو يسيء سمعتك قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمجالسة الأخيار وحذرهم من مجالسة الأشرار وضرب المثل الكريم في ذلك فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري منه أو يحذيك أو تجد ريحا طيبة وكير الحداد يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الإيمان يزيد وينقص فإذا كنت ممن نقص إيمانه وقسى قلبه فكيف لك بزيادة إيمانك وليونة قلبك وخشوع جوارحك في وسط صراع الدنيا ومغرياتها في هذا الزمان فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم الإفادة بالتفصيل وجزاك الله عننا خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حقا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته فحافظ على ما أوجب الله من أداء الصلوات في وقتها جماعة في المسجد وأداء الزكاة طيبة بها نفسك طهرة لك من الذنوب ورحمة بالفقراء والمساكين وجالس أهل الخير والصلاح ليكونوا عونا لك على تطبيق الشريعة وليرشدوك إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة وجانب أهل البدع والمعاصي لألا يفتنوك ويضعف عزيمة الخير فيك وأكثر من فعل نوافل الخير والجأ إلى الله واسأله التوفيق إنك إن فعلت ذلك زادك الله إيمانا وأدركت ما فاتك من المعروف وزادك الله إحسانا واستقاما على جادة الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كنت في المرحلة الثانوية قابضا على ديني بشدة ولكن الآن أشعر بنقصان في إيماني منذ دخول الجامعة فأرجو منكم النصيحة والعون في أمر هذا هل يمكن أن تبعث لي شريطا في العقيدة وخاصة في الكفر والنفاق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك بتلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه وقراءة ما يوضحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كلام أهل العلم الموثوقين في العقيدة والفقه وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومجالسة أهل الخير والبعد عن الشاد وأهله وأدفع عنك وساوس الشيطان بكثرة ذكر الله والاستغفار وحاسب نفسك فيما مضى منك فإن كنت مسيئة فتب إلى الله واستغفره وأقلع من الذنوب واندم على فعلك وأعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث الأنبياء سؤال هل الإنسان في حاجة إلى الرسل ما دام أن الله أكرمه بالعقل والفطرة ولماذا يكون الرسل من البشر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد بل في أشد الضرورة إليهم لأن عقول الناس مختلفة أعظم الاختلاف ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بدين شامل باق كامل عام للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وننصحك بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل فيه وخاصة قصص الأنبياء فيه وماذا واجهوا به أممهم من أمور الرسالة وأغراضها المذكورين في مثل قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أما إرسالهم من البشر فلأن ذلك أكملوا في إقامة الحجة لكونهم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم ويتمكنون من فهم كلامهم لقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترة متقطعة ولماذا لم يجعلهم في فترة واحدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الله تعالى حكيم ومن حكمته أن جعل أنبياءه ورسله على فترات يختارهم ويبعثهم كلما دعت حاجة البشر إليهم ليهدوهم إذا أضلوا ولينقذوهم ممن تشر فيهم من الشرك والفساد وقد يجتمع أنبياء ورسل في فترة واحدة كداود وسليمان وكأبراهيم ولوط وموسى وهارون سؤال ما هو آخر نبي ورسول كان قبل آخر رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جواب هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أستفسر عن التفريق بين رسل الله وأيهم أفضل مكانة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب الإيمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة الصحيحة فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد كفر لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سورة البقرة وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة والتفوت بينهم في الفضل والدرجة فهذا صحيح ورد به النص الشرعي قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد لاختصاصهما بالخلة وهي كمال المحبة عليهم الصلاة والسلام وأفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام لحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وحديث أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر الحديث الحديث رواه الدارمي في سننه وحديث أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم في صحيحه وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنها وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته لهم وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تفضيله وإجماع الأمة على ذلك إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الأنبياء فلا يخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام التعليم والإرشاد ونحو ذلك خشت أن يجر ذلك إلى الجدل والتفاخر وأن يكون ذريعا إلى انتقاص بعضهم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء الحديث فنهى عن الدخول في المفاضلة بينه وبين الأنبياء في مثل هذه الحالة خشية أن يجر إلى ما لا تحمد أوقبه وإن كان تفضيل بعضهم على بعض ثابتا في القرآن والسنة وتعين من هو أفضل ثابتا أيضا بالنص الصريح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يقولون ومنهم الملحدون إن الأنبياء والرسل يكونوا في حقهم الخطأ يعني يخطئونك باقي الناس قالوا إن أول خطأ ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل داود عندما جاء إليه الملكان سمع كلام الأول ولم يسمع قضية الثاني فأفتا يونس وقصته لما التقمه الحوت قصة الرسول مع زيد بن حارثة قالوا بأنه أخفى في نفسه شيئا يجب عليه أن يقوله ويظهره قصته مع الصحابة أنتم أدرى بأمور دنياكم قالوا بأنه أخطأ في هذا الجانب قصته مع الأعمى وهي عبس وتولى أن جاءه الأعمى فهل الأنبياء والرسل حقا يخطئون وبماذا نرد على هؤلاء الآثمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نعم الأنبياء والرسل يخطئون ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطأهم بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم ويعفو عن زلتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة والله غفور رحيم كما يظهر ذلك لمن تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيما ذكر من الموضوعات في هذا السؤال ولم ينكر الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخباره أمته بحديث الذباب وما في جناحيه من الداء والدواء بل أقره فكان صحيحا وأما أبناء آدم فمع أنهما ليسا من الأنبياء لما قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا بيّن الله سوء صنيئه بأخيه وبيّن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جواب لا يعلم عددهم إلا الله لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الرابع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش العقيدة وله بقية على الشريط الخامس والثلاثين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العقيدة وهو الشريط الخامس في المجموعة الرابعة سؤال الأنبياء جميعهم ماتوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسري به وعرج به إلى السماء رأى في كل سماء أحد الأنبياء والرسل وصلى بهم فهل يعني هذا أن الأولياء الصالحين كذلك يرفعون إلى السماء وقبل أيام قرأت في كتاب لا أذكر اسمه بالضبط أن الرسل عندما يموتون تبقى أجسامهم حية لا تفنى أقصد أن الدودة لا يأكلها كما يأكل باقي الأجساد فما رأيكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا مات الإنسان وليا أو غير ولي فإن جسمه لا يرفع إلى السماء وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء وأما الأجساد فإنها تبقى في الأرض لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما أن الأجساد تفنى ويأكلها الدود حاشى أجساد الأنبياء فقد ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الدمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت قال يقولون بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنساء مع العلم بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يموت وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمن ثم يموت كما توترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعد التحية والتكريم أخي الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز بما أني مخرج سينمائي وكاتب مسرحي أخيرا فكرت في إنتاج شريتي فيلم جديد تحت عنوان رجل من بابل هذا السيناريو والقصة والحوار يتحدث عن سيدنا إبراهيم الخليل فطبعا بعد قراءة الكتاب الذي ألف من طرف الكتاب التونسيين والكتاب من بعض الدول العربية أخرجت منه السيناريو والحوار وفجأة سمعت في المركز التعليمي السعودي بتونس أن الأخ الكريم وكيل وزارة الإعلام يزور تونس الخضراء في مهمة اجتماع هيئة الإذاعات العربية فرحبت به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تمثيل الرسل والأنبياء وهذا لازم لتصوير قصصهم فلا يجوز الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد وقد صدع قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذا الموضوع يتضمن بيانة حييم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعن تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع الله وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يمثله أو تحريف له أو زيادة فيه وهذا مما لا يليق في نفسه فضلا عن أنه يقع تمثيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام ثانيا إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغرب عليهم عدم تحر الصدق وعدم التحل بالأخلاق الإسلامية الفاضلة وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالات بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دم في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين ثالثا إذا قدر أن التمثيلية لجانبين جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهم وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ورميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشاب والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهم مع الأنبياء وأتباعهم لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين رابعا دعوة أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ دعوة يردها الواقع وعلى تقدير صحتها فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربع على مصلحتها وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه خامسا وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة كثيرة وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يامعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين وقد أثبت ذلك واقع التاريخ فلنسلك ذلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللاعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حدثت منعظرة بيني وبين شخص مسيحي وقد فاجأني بقوله لي هناك آية في القرآن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى ربي النب من أهلي وإن وعدك الحق ويا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية وأن هناك على حد زعمه تماقضة فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين إلى آخر الآية بينما زوجات أنبياء الله نوح ولوط خبيثات وفرعون كما جاء فيه في القرآن وزوجته طيبة وحيث ليس لدي جواب مقنع أأمر التكرم بإفتائي عن ذلك جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سورة النور هذه الآية ذكرت بعد الآيات التي نزلت في قصة الإفك تأكيدا لبراءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين زورا وبهتانا وبيانا لمزاهتها وعفتها في نفسها ومن جهة صلاتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وللآية معنيا الأول أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون والناس الخبثاء أولى وأحق بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة والكلمات الطيبات والأعمال الطهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات والمعنى الثاني أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ورجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيثات والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين الأعفاء ورجال الطيبون الأعفاء أولى بالنساء الطاهرات العفيفات والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول من الفاحشة ومن تبعه ممن خدع ببهتانه واغتر بزخر في قوله ثانيا قال الله تعالى ونادى موح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سورة هود ومعنى الآيتين أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السلام أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده من الغرق والهلاك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وفقال رب إن بني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائهم لأني إنما وعدتك بإنجاء من آمن من أهلك بدليل الاستثناء في قوله تعالى إلا من سبق عليه القول ولذلك اعتبع الله تعالى على تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك وبيّن ذلك بقوله إنه عمل غير صالح لكفره بأبيه نوح عليه السلام ومخالفته إياه فليس من أهله دين وإن كان ابنا له من النسب قال ابن عباس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم ما زمت امرأة نبي قط وهذا هو الحق فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشته زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وأنكر عليهم ذلك وبرأها مما قالوا فيها وأنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة ثالثا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيتين من سورة التحرين بعد أن عاتب الله تعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا على ما بدر منهن مما لا يليق بحسن معشرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن يعتزلهن شهرا وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجا خيرا منهن ختم سورة التحرين بمثلين مثل ضربه للذين كفروا بامرعتين كافرتين امرأة نوح وامرعة لوت ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران إذانا بأن الله حكم عدل لا محاباة عنده بل كل نفس عنده بما كسبت رهينة حث العباد على التقوى وأن يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا تجر فيه وازرة مجر أخرى وإن تدعو مثقرة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فبين سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت رسولين كريمين من رسول الله وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على من آمن بزوجها وكانت امرأة لوط تدل الكفار على ضيوفه إيذاء وخيانة لهم وصد للناس عن اتباعهما فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح والوط ولم يدفع عنهما من بأس الله شيئا وقيل لهاتين المرأتين دخل النار مع الداخلين جزاء وفاقا بكفرهما وخيانتهما بدلالة امرأة نوح على من آمن به ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنا فإن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أنبيائه زوجة زانية قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فخانتهما قال ما زنتا وقال ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين وهكذا قال اكرمة وسعيد بن زبير والضحاك وغيرهم وبيّن الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آمنوا بآسيه زوجة فرعون وكان أعطى الجبابرة في زمانه أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه كما لم ينفع صلاح الرسولين نوح ولوط صلاح الرسولين نوح ولوط زوجتهم الكافرتين قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته فإن الله حكم عدل لا يآخذ أحدا بذنب غيره بل حماها وأحاطها بعنايته وحصن رعايته واستجاب دعاءها وبنى لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وكيده وسائر القوم الظالمين مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنة وأن عائشة رضي الله عنها برأها الله في القرآن مما عرماها به رأس النفاق ومن خدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات وأن كل من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزني وإنما كانتا كافرتين ودلت كل منهما الكفار على ما يسوءهما ويصد الناس عن اتباعهما وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحا في الشرائع السابقة وكذلك زواج الكافر بالمؤمنة وأن الله حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا متناقبة وأن بعضها يؤيد بعضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن الله أوحى إلى أحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشبيع أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راعدوه إليك وجاعلوه من المرسلين وقال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بروتا ومن الشجر ومما يعرشون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الرسل الثلاثماء والثلاثة عشر أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أأرسل قبل نوح الرسول أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم لما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع إلى ربنا الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن هذا أيضا من المعتقدات أي من الإيمان أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أي الدلائع الظاهرة المبينة لرسالة آدم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أول الرسول عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين وأما آدم فقيل إنه نبي وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وغير ذلك من الآيات التي فيها إحاء الله إليه ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد أن أستفيد من جنابكم استفادة علمية لأشفي القلب بها وقد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله سبحانه وتعالى ولي الحق والصواب وإليه المرجع والمآب وذلك أني بعدما درست الفروم وعلوم الحديث وعلوم القرآن بحمد الرحمن وأقع ورسخ في قلبي أن الذي ألقى في النادي سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم ليس هو نمرود الذي ملك الأرض كلها كما هو بين الخواص والعوام والمذكور في التفاسير والتواريخ لعلماء الإسلام بل ما ألقاه إلا قومه وذلك لأن القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حينما ذكر هذه القصة صرح تصريحا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه وأبيه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يمنعهم إلى أن جعل أصنام جذاذا وجوز القوم هذا الجزاء بإذاء ما فعل حيث قال جل شأنه قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم القصة من سورة الأنبياء وغيرها فالمباشرون لإجراء هذا الجزاء والمجوزون بعد المشاورة له ليس إلا قومه فالسياق والسباق وإرجاع هذه الضمائر إلى القوم لا يصرح تصريحا لا يقبل التأويل إلا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه لا مع نمروذ نعم الواقعة المبينة في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم الآية القصة هنا تدل على أنها وقعت مع نمروذ لا مع القوم مع أن المعلومة من التاريخ أن نمروذ هذا ليس من قوم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم فإلى جانب السياق القرآن وتصريحه الذي لا يقبل التأويل وإلى جانب التواريخ والتفاسير وضعف الأحاديث التي لا يساوي السياق القرآن وتصريحه فبهذا نشأ القلق والاضطراب وإني راجعت التفاسير فما وجدت لهذه المعضلة شفاء فالمرجو من حضرتكم الجواب الشافي المؤيد بدوايات الصحيحة من الأحاديث النووية مع الإحاطة ولا يقبل إلا الحديث الصحيح وأقول علماء المحققين أجري وأجلكم على الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الله تعالى ذكر في سورة البقرة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه وختمها بانتصار إبراهيم عليه ودحضه شبهته فقال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولم يشر سبحانه في القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأذى أو أنذره بشر وذكر سبحانه في سورة الأنعام وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة العنكبوت دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما دار بينه وبينهم من المحادة وختمها بإلقائهم إياه في النار وإن جائه منها فقال سبحانه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وندينه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهذا بين في أن قومه هم الذين ألقوه في النار وأن الله تعالى رد كيدهم وأحبط سعيهم ونجى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أرادوه به من الهلك فلا إشكال في المسألة ولا إعضال فالمقصود هو بيان أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلغ المبين وأقام الحجة على الكافرين وأنه ابتلي البلاء العظيم فصدر ابتغاء وجه الله الكريم فأنجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحمته فهون على نفسك وأشغل بالك بما هو أهم من ذلك زادك الله فقها في الدين وعناية ووفقنا وإياك للنافع من العمل والعلم الصالح ونفع بنا وبك المسلمين ووفقنا الله وإياك للنافع من العلم وصالح العمل ونفع بنا وبك المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أبو إبراهيم الخليل عليه السلام هل هو آزر أم آزار كما يقولون فعل ماضي بمعنى أخذه الإثم بمخالفة إبراهيم الخليل أو كما يقولون مأخوذ من الوزر أيهما صح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد آزر اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أخوال العلماء وهو بدل من أبي أو معطوف عليه عطف بيان وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر فإن ماضي الوزر وزر ثلاثين بمعنى أثمة وحمل وآزر أربعة حروف وليس آزر اسم النسلم كان يعبده قوم إبراهيم وأبوه لكونه مخالفا لسياق الخطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه ولجنع الأصنام في نفس الآية ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمان وشمس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يروى في كتب التفسير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة المكرمة إذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحطيم غير صحيح فلا يعول عليه بحال ولله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأصباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يوسف عليه السلام وإخوته هم بني يعقوب عليه السلام إسرائيل والمراد بالأصباط حفدة يعقوب وذرمية أبنائه الاثنى عشر وليس من الاثنى عشر نبي إلا يوسف عليه السلام على الصخيح كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية من الصفحة الخامسة عشر بعد المائتين والسادسة عشر بعد المائتين في الجزء الأول وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم وأرتكب ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهال والصحار وهل يؤين كل من يضل عن الطريق إذا نهداه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن التفهم الخالدون وعلى تقديري أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من دعاه ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقديري أنه حي إلى اليوم فهو غائب شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجيب دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أوخ لأموم قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا وما جاء في معناه من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد الحياة كما يدعوه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من قوله العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات لظاهر العموم في قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة الإشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن رواه مسلم ثم هو هذا الأصل الغالد في سنة الله في بني آدم فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام سؤال هل الخضر نبي أو رجل صالح جواب الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليه السلام فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وقتل غلامة لم يرتكب جريمة وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها بطعمه لا وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخير ثم ختمت القصة لأن كل ذلك كان منه بوحي من الله وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يعتقد كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية وعلماء الطرق الصوفية بأن الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن وأنه يطوف الدنيا كلها وأنه يتشكل في صور مختلفة ويعتقدون بأنه لا ظل له وأن معه النبي إلياس عليه السلام ويعتقد العوام لأن الخضر إذا زارهم ودعا لهم أصبحوا أغنياء في أقل من لمح البصر وإذا غضب عليهم انقلبوا فقراء إذا كانوا أغنياء ومرضى إذا كانوا أصحاء ومن عقيدتهم عافان الله منها أنه يأتي في صورة سائل مرة وفي صورة مريض ينزل من جسده القيح والصديد فإن طردوه من منازلهم كان هذا دليلا على شقاوتهم وتعاستهم ويرحبوا به وعالجوه اختفى بدون أن يترك أي أثر وكان هذا دليلا على سعادتهم سؤال سؤالي هو هل الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن وهل هو نبي هل ذكر صراحة في الأحاديث نبوية الصحيحة ما هي حقيقة أمره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الخضر نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والصحيح أنه مات كغيره من البشر فلا يطوف بالدنيا ولا يتمثل في صورة مختلفة وليس سببا اليوم لغنى أو فقر وقد سبق أن صدر منا فتوى مفصلة عنه مع الأدلة هذا نصها حاشية صدرت برقم ثلاثة عشر وخمسمائة وخمسة آلاف انتهى الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات لظاهر العموم في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخريد ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة الإشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن مئة سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن رواه مسلم ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام هل الخضر نبي أو رجل صالح الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليه السلام فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وقتل غلاما لم يرتكب دريمة وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخير ثم ختم القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد كنت أتحدث مع رجل مصري الجنسية ويعمل طبيبا في بريطانيا وأثناء ذلك ذكر لي أن مريم ابنة عمران بعدما أنجبت ابنها عيسى عليه السلام تزوجها رجل لا يحضرني اسمه الآن وأنجبت مني طفلين فهل هذا صحيح أم لا وإذا كان ذلك حقيقة فما الدليل من القرآن الكريم أو من السنة أو غيرهما لأن الرجل الذي ذكر ذلك لي لم يستطع ذكر أي دليل وأنا كذلك لا أستطيع ذكر ما سمعته ما لم أستدل بشيء من القرآن أو من السنة أرجو تزويدي بشيء من ذلك والله يحفظكم لنا ذخرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يذكر في الكتاب الله تعالى ولا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم ابنة عمران تزوجت بعد أن ولدت عيسى عليه السلام ولا أنها ولدت أولادا سوى عيسى عليه السلام أما قبل عيسى عليه السلام فقد ثبت أنها لم يمسسها بشر ولم تكو بغي قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها فيه وبهذا يتبين أن ما قيل من أن مريم ابنة عمران تزوجت أو ولدت غير عيسى عليه الصلاة والسلام لا أصل له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد خبر إلينا أنه ستطبع ترجمة القرآن الكريم بيد محمد أسد في آيرلندا دابلين قريبا وسوف تنشر هنا وقد شكلت لجنة لنشر هذه الترجمة ومن بينهم أساتذة المسلمون من الهند ويدعي محمد أسد في ترجمته أن نبي الله عيسى عليه السلام قد مات وأن اعتقاد المسلمين في عودته خطأ وفي ضوء هذا الزعم أقدم إليكم الأسئلة الآتية واحد ما هو حال النبي عيسى عليه السلام وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة اثنان ما حكم من قال إن عيسى قد مات ثلاثة هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران أربعة لماذا تبعت الترجمة المذكورة في دولة الإسلامية علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلى وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا نبدأ بجواب السؤال الأول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد خلق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من ألم وبلا أب كما قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت مسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله الآيات فدل ذلك على أنه ولد من أمه مريم فقط بإذن الله وكلمته لا من أب ليكون آية للناس ومع ذلك اتهمها اليهود بأنها جاءت به من الزنا فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتها قال تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الآيات فبرأه الله بهذه المعجزة من أن يكون له أب من الزنا ونزه سبحانه نفسه أن يكون له ولد وإذن فعيسى ليس ولد الله وأخبرت مريم عن نفسها أنها لن يمسسها بشر وصدقها الله في ذلك ونسبه سبحانه إلى أمه في أكثر من موضع في القرآن ولو كان من أب لنسبه إلى أبيه كما هو سنته تعالى في كلامه فدل ذلك على أنه من أم فقط وهو نبي الله ورسوله كما دلت عليه الآيات السابقة وغيرها السؤال الثاني ما حكم من قال إن عيسى قد مات جواب ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يمت بل رفعه الله إليه حيا وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة فمن قال إن عيسى بن مريم قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خلف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخطأ خطأا فاحشا ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله سؤال هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران جواب الأصل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا العقل لأن المسألة خبرية محضة ولا التاريخ لأنه غير مأمون لعدم نقله بالأسانيد المتصلة المنفوط برواتها ولذا كثر فيه الكذب ولم يجدد في القرآن ما يدل على أن عيسى عليه السلام نشر دينه في البلاد المذكورة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث يدل على ذلك وإنما الذي ثبت أن الله بعثه إلى بني إسرائيل وأنه بلغهم رسالة ربه والذي اشتهر أن الديانة المسيحية كانت مهددة بخطر من اليهود بعد أن رفع الله المسيح ابن مريم إليه وأنه ما كتب لها الانتشار إلا عن طريق حكومة الرومان وأضيف عزيز المستمع وكانت حكومة الرومان إذ ذاك وثمية كان يحكمها قسطنطين وهذه مسألة تاريخية لا يترتب على العلم بها فائدة ذات أهمية أربع لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة الإسلامية؟ أعلم أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلى وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا جواب في ترجمته أخطاء فاحشة وكفريات فاضحة من أجلها قرر النجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها ونشرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله ودليلهم على ذلك قالوا لما كان الله وحده قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا بالصيغة المفرد ولما خلق عيسى عليه السلام تغير أسلوب بعض الآيات إلى صيغة الجمع وضربوا مثلا بالآية الشريفة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكذلك وإنا نحن نحي ونميت وقالوا الله تعالى تكلم بصيغة الجمع أو بصفة الجمع أي بمعنى الله وعيسى عليه السلام والروح القدس وقد تشرفنا بزيارة فضيلة شيخ عبد الرحمن بن عوين وفضيلة شيخ علي بن فهد بن غيث في هذه الفترة وقد أشار مشكورين بالكتابة إلى سماحتكم جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرة بصيغة الإفراد وأخرى بصيغة قد تستعمل في الجمع أحيانا وفي المفرد أحيانا على وجه التعظيم ليس في ذلك دليل على بنوة عيسى عليه السلام لله ولا على إلهيته وذلك لوجوه الوجه الأول أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله تعالى عبده أيسى عليه السلام وأمه مريم بآلاف السنين وحين خلقهما وبعد أن خلقهما فلا أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب من ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الآية فجاء الأسلوب متنوعا قبل أن يكون عيسى وأمه عليه السلام وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى أن قال فلا تخشووا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية إلى أن قال وقفينا على آثاره من بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل إلى أن قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال في خليله إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال في كلمه موسى عليه السلام وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقال إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآيات وأمثالها من الآيات تنوع في الأسلوب إفرادا وجمعا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه ومن هذا يتبين أن الأسلوب ما تغير بعد خلق عيسى عليه السلام ليكون دليلا على بنوته لله أو إلهيته بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثاني الوجه الثاني أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم أن ضمير المتكلم مثل كلمة أنا وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه أما ضمير التكلم لفظ نحن ونا فيستعملها الإثنان فأكثر وقد يستعملها الفرد العظيم أو المتعارم إشعارا بعظمته وسياق الكلام ومقتضى الحال ومحتف بالحديث من القرائم هو الذي يرشد القارئ هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين المقصود ومن خالف في ذلك فوإما جاهل عميت عليه الأنباء وإما معاند يريد التلبيس وتحريف الكلم عن معضيه اتباعا للهوى ويأبى الله إلا يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون يكشف ذلك الوجه الثالث الوجه الثالث أن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وقد قال تعالى فيه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته ولجب من استدل بمصوصه أن يمصفه من نفسه فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض وأن لا يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه ببعض بغيا وعضوانا ترويجا للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة فأنكر الله عليهم ذلك بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون الآيات وعلى هذا لزم منح القرآن ليستدل به أن ينفئ بنوة عيسى عليه السلام لله وإلهيته مع الله ويثبت رحدانية الله تعالى لما ذكر من الآيات ولقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات وأنثال ذلك في القرآن كثير وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ويضحك العقلاء من أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل ليس هذا بأشكي فادرجي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل إيسى حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ذهب عنه السنة والجماعة إلى أن المسيح إيسى عليه الصلاة والسلام لم يزل حيا وأن الله رفعه إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ما جاء به من الحق وعلى ذلك دلت نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة قال الله تعالى في فريات اليهود والرد عليها وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فأنكر سبحانه على اليهود زعمهم أنهم قتلوه أو صلبوه وأخبر أنه رفعه إليه رحمة به وتكريما له وجعل ذلك آية من آياته التي يؤتيها من شاء من رسله وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم أولا وآخرا ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون الله قد رفع عيسى بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم الصلبة والقتل فلا يكون رفعها وحدها ردا عليهم ولأن ذلك مقتضى كما لعزته وقوته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فأخبر سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بإيسى قبل موته أي موت إيسى وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في حديث نزوله وهذا المعنى هو المتعين فإن الكلام سبق لبيان موقف اليهود من إيسى وصنيعهم معه ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزه ويفيد المال حتى لا يقبله أحد قال أبو غريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل وإيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة تكرمة الله هذه الأمة فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول إيسى من هذه الأمة وعلى ذلك لا تكون هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يأتي إيسى برسالة جديدة ولله الحكم أولا وآخرة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم انتهى الشريط الخامس والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط السادس والثلاثين والذي سنواصل عليه إن شاء الله الجواب المطول عن موضوع إيسى هل هو حي أو ميت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر